السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فيا أيها الإخوات الأحباب لقاؤنا اليوم مع صحابي جليل وموقف من مواقف حياة الصحابة صحابي اليوم هو سيدنا جبير ابن مطعم ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا جبير ابن مطعم رو أنه تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها ثم ترك لها مهرها كاملا وأعطاها المهر كاملا فقيل له لماذا تفعل ذلك وأنت واجب عليك فقط نصف المهر الله عز وجل يقول وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَدْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ الله عز وجل يقول هكذا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم يعني إذا كان مهرها مئة ألف وطلقت قبل الدخول بها فهي تستحق خمسين من المئة قال لهم فأين الفضل فأين الفضل وقال أنا أولى بالعفو منها وكأنهم هم أخذوا بنصف الآية الأول وأخذ هو بنصف الآية الثاني هم أخذوا بنصف الآية الأول واجب عليه مادام قد طلق قبل الدخول نصف المهر فقط أما هو قال فأين الفضل الله عز وجل يقول وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ يعني لا تنسوا أو تنسوا أن يكون كل واحد منكم متفضلاً وصاحب فضل على الآخر وقال أنا أحق بالعفو الله عز وجل يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أيها الإخوة هكذا هو الرقي في التعامل هكذا هي الأخلاق في التعامل عند الطلاق في كثير من الحالات التي نراها يحدث الشقاق وتحدث البغضاء وتحدث الكراهية وتتحول العلاقة بين بعض الأزواج بعد أن كانت مودة ورحمة وكذا تتحول إلى عداوة وكل واحد منهم يريد أن ينتقم من الآخر إلا من رحم ربك لكن هكذا علمنا سيدنا جبير ابن مطعم يقول أنا أريد أن أكون متفضلاً أنا أريد أن أكون عافياً أنا أريد أن أكون من أحسن الناس خلقاً أنا طلقت قبل الدخول ومع ذلك سأعطيها المهر كاملاً أين هذا من بعض الناس الذين تزوجوا ودخلوا ولكنه مع ذلك يبخلوا بالمهر بل يسعى في إذاء مطلقته أو هي تسعى في إذاء زوجها الذي كان منذ أيام زوجاً لها وأباً لأولادها تسعى للانتقام منه ويفشي كل واحد منهما سر الآخر والرجل الصالح عندما أراد أن يطلق زوجته قالوا له لماذا تريد أن تطلقها قال العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها وتزوجت غيره قيل له لماذا طلقتها قال مالي والامرأة غيري يريد أن يقول إن العاقل حسن الأخلاق في الزواج وفي الطلاق والله عز وجل أمرنا بتقوى الله عند الطلاق أشهر آيات التقوى التي نحفظها إنما وردت في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرى هكذا الله عز وجل يوصينا بتقوى الله في سورة الطلاق ليقول لنا إياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان فيدفعكم لسوء الأخلاق وسوء المعاملة ولكن تعاملوا بالفضل وتعاملوا برقي أيها الإخوة ليس هذا بغريب على سيدنا جبير بن مطعم فهو ابن من؟ هو ابن المطعم بن عدي ومن المطعم بن عدي؟ هذا الرجل الذي كان في الجاهلية كريما حييا مكرما للضيفان يسعى في الخير هذا الرجل الذي لما حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب وحصره المشركون ثلاث سنوات لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا بيعون لهم ولا يشترون منهم ليرتد المسلمون عن دينهم وليضغطوا عليهم هذا الرجل هو الذي كان يحسن إلى هؤلاء المحاصرين وسعى في إنهاء هذا الحصار وأجار أو جاور النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى مكة بعد رجوعه من الطائف وكان مشهورا بكرم الأخلاق مع أنه لم يسلم لما حدثت غزوة بدر وجيء بالأسرى المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عادي حيا وسألني في هؤلاء لأعطيتهم له لو كان المطعم بن عادي حيا وسألني في هؤلاء لأعطيتهم له لماذا؟ ردا لجميله وحفظا للجميل الذي صنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شابه أباه فما ظلم لما كان رجلا كريما خرج ابنه جبير ابن المطعم ابن عدي كريما مثله وما أجمل محاس الأخلاق نريد أن نتعلم حسن الخلق وبخاصة مع من كانت زوجة لك في يوم من الأيام هذا في التعامل مع المطلقة فكيف بالتعامل مع الزوجة الحبيبة أم الأولاد التي هي سند لك في حياتك نريد أن نتعلم حسن الخلق من هؤلاء الذين تعلموا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سيدنا جبير ابن المطعم ابن عدي وحشرنا معه تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته